اشتركوا في القناة مثمنا حرص سيادته على القيام بزيارته الثانية لمصر خلال نحو ثلاث أشهر من زيارته الأولى في مارس الماضي وهو الأمر الذي نقدره ونعتز به لما يعكسه من اهتمام واضح بدعم وتعزيز علاقات التعاون مع مصر كما أرحب الوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق لسيادته ضيوفا أعزاء على أرض مصر الحقيقة أن العلاقات المصرية العراقية لا تحتاج إلى مزيد من الشرح أو التأكيد فهي علاقات تاريخية ممتدة الجذور السجل التاريخ الحقيقة بداية التفاعل النشط بين الحضارة المصرية القديمة والحضارات المتعقبة في بلاد الرافدين منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد يعني بأن 6000 سنة علاقات ما بين بلدين وامتدت منذ هذا الوقت الحقيقة وتوتدت علاقات الشعبين المصري والعراقي تجمعهما وحدة اللغة والثقافة والتاريخ المشترك واليوم يأتي الحقيقة انعقاد اجتماعات الدورة الثانية لللجنة العليا المشتركة في القاهرة بعد اقل من 3 اعوام من عقد دورتها الاولى في بغداد تأكيدا على حرص بلدينا على متابعة وتفعيل اليات التعاون في مختلف كل المجالات التي تعود بالنفع على شعبي مصر والعراق والحقيقة ايضا دولة الرئيس ان زيارتكم بتأتي في وقت مهم الحياة تموج المنطقة والعالم بتطورات متلحقة وتحديات متزايدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وهو الامر الذي يتطلب مننا جميعا ان نكثف من جهود العمل المشترك وان نسعى لاستكشاف واستغلال كل فرصة ممكنة من اجل تعظيم وحسن استثمار ما لدينا من امكانيات والحقيقة يمكن في هذا السياق اسمح لي دولة رئيس ان اتوجه لدولتكم وللحكومة بخالص تهنئة بمناسبة اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات من عشرين تلاتة وعشرين الى عشرين خمسة وعشرين واشيد بتقديم حكومتكم لهذه الموازنة الثلاثية الطموحة والتي تستند لرؤية اصلاحية لبرنامج حكومتكم الرشيدة وما تتضمنها من خطوات اجرائية وحلول عملية فعلا لموضوع تأخر تنفيذ المشروعات والحقيقة يعني على يقين ان هذه الخطوة المهمة سيكون لها انعكاس ايجابي في برامج التعاون مع مصر وتنفيذ مشروعات اعادة الاعمار في العراق الشقيق من جانب شركات مصرية في اطار العديد من الاليات المختلفة حتى يعني زي ما كنت قلت لدولة رئيس الشركات المصرية ستكون منفتحة على نقل خبراتها في مجال التنمية واعادة الاعمار لبلدنا الثاني العراق وايضا من خلال شراكات مع شركات عراقية ايضا في هذا الشأن لنقل هذه الخبرات والحقيقة ان الجلسة اليوم في اجتماع اللجنة العليا المشتركة تطرق للعديد من موضوعات التعاون واللي تم التوافق عليها في الاجتماعات التحضيرية الوزرية وما سابقها من اجتماعات على مستوى الخبراء كلها بتتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل مشاركة شركات المصرية في اعادة الاعمار وعملية تعزيز التعاون في مجال الربط الكهربائي والاسكان والسياحة والشباب والرياضة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكلها كانت موضوعات حزينة جميعا برؤيتها وشاهدة توقيع على مذاكرات التفاهم الخاصة بها والحقيقة يعني ايضا نقشنا اوجه التعاون الثلاثي اللي بتربطنا ايضا مصر والعراق مع شقيقتنا المملكة الاردنية الهاشمية وهناك تأكيد بتفعيل هذا الموضوع الحقيقة النهاردة كان يعني شرفنا في بداية اليوم بان احنا نكون موجودين في حضرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحقيقة اللي هو اكد يعني على مدى عمق وروابط التاريخية اللي بتربط ما بين مصر والعراق وتأكيد سيادته لدولة الرئيس لوقوف مصر بالكامل قيادة وشعبا في كل الخطوات الكبيرة اللي بتقوم بيها العراق اليوم لضحر الارهاب والحفاظ على استقرار دولة العراق وتحقيق كل امال وتطلعات الشعب العراقي الشقيق والحقيقة يمكن يعني ان في اطار حرصنا وادراكنا ايضا لدور القطاع الخاص في بلدينا فالنهاردة سأشرف ايضا بمعية اخي العزيز في افتتاح فعاليات منتدى الاعمال المصري العراقي بحضور مميز لنخبة من رجال الاعمال في البلدين ونتطلع ان شاء الله ان يكون هذا المنتدى بداية لشراكة مشتركة ما بين القطاع الخاص في الدولتين في العديد من مشروعات التنمية ختاما اكرر الترحيب باخي العزيز دولة المهندس محمد شيع السوداني رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق وكذا الاخوة الاشقاء اعضاء الوفد المرافق لكم واتمنى لحضراتكم طيب الاقامة في بلدكم الثاني مصر دولة رئيس واتمنى للعراق الشقيق وشعبه كل الخير والامن والاستقرار شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم والاخ العزيز سيد رئيس مجلس الوزراء المصرية الدكتور مصطفى أدبولي المحترم السيدات السادة الحضور شكرا جزيلا لكم على كل شيء ما وجدناه خلال هذه الايام من كرم الضيافة وحسن الاستقبال والرغبة الجادة والمخلصة في انجاح أعمال اللجنة الوزارية وصولا إلى اجتماع اللجنة العليا والتي انتهت بتوقيع مذكرات التفاهم 11 مذكرة وكذلك محضر الاجتماع المشترك هذا المحضر وهذه المذكرات والرؤى والأفكار هي خارطة طريق للعلاقة بين الحكومتين للمرحلة القادمة والتي تأتي ترجمة لإرادة ورغبة جادة من قيادة البلدين في تطوير العلاقة بين العراق ومصر وفتح المجال للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري واستثمار الفرص الواعدة في العراق من فرص استثمارية في مختلف القطاعات نعم دولة الرئيس نحن نتكلم عن علاقة تاريخية تمتد إلى حمق التاريخ والحضارة التي يمثلها بلاد الرافدين ووادي النيل وهذا ما يحتم علينا في تعزيز هذه العلاقة وتطويرها في كل المجالات العراق اليوم ولله الحمد يشهد حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي وهو اليوم استعاد دورة الرياضي في المنطقة العراقة اليوم جزء أساسي من الحل وليس المشكلة ويطرح مبادرات وحلول وفرص سياسية واقتصادية تعود بالمنفعة على دول المنطقة والعالم وهذا هو دور العراق بالتأكيد علاقتنا استراتيجية والمحورية مع مصر سوف تعزز هذا الدور وسوف تساهم في استعادة فاعلية هذا المحور المؤثر عربيا وإقليميا ودوليا ولا ننسى التعاون الثلاثي مع الأشقاء في المملكة الأردنية الحاشمية اليوم تكلمنا عن محظر الاجتماع وعن مذكرات التفاهم وقلنا أن هذا أمر مهم وجيد ولكن الأهم التنفيذ تنفيذ هذه الاتفاقات والمذكرات التفاهم والأفكار التي تستجد خلال هذه الفترة هذا هو الذي يجب أن يعظى باهتمام من قبلنا شخصيا إن شاء الله سوف يكون تواصل مع أخي دولة الرئيس وكذلك مع رؤساء اللجنة الوزارية من كل البلدين والوزارات القطاعية وحسب المسؤولية ومذكرات التفاهم اليوم الحكومة تتبنى منهاج إصلاحي اقتصادي وهذا أدى إلى فتح المجال أمام الاستثمار في مختلف القطاعات وبالتالي فإن الفرصة مواتية أمام القطاع الخاص المصري أن يعقد ويخلق شراكة مع القطاع الخاص العراقي المدعوم من الدولة بكافة المستويات على صعيد القوانين والقرارات والإجراءات التي تسهل من عمل القطاع الخاص العراقي والعربي والأجنبي العراق في كل أسبوع يشهد توافد من المستثمرين والشركات العالمية من شتى الأرجاء بالتأكيد الحكومة حريصة على وجود الشركات المصرية اليوم نشعر بالفخر والاعتزاز بهذا المنجز الخدمي والعمراني الذي يحصل في جمهورية مصر ما تحقق من مشاريع على مستوى البناء التحتية وأنشاء وتنفيذ المدن وخصوصا نحن نتكلم في المدينة الإدارية الجديدة هذا دليل واضح دليل عملي على مستوى إمكانية ومقدرة هذه الشركات وبالتالي فإنها الأولى أن تكون مع شقيقاتها في جانب العراقي للاستثمار والاستفادة من فرص العمل الموجودة بالتأكيد أتفق مع دولة الرئيس أن التحولات والتغيرات التي تشهدها المنطقة على كافة المستويات السياسية الأمنية الاقتصادية هي عامل إضافي يحتم على العراق ومصر أن يلعبوا استقرار القيام بدور محوري يساهم في حفظ مصالح الأمة العربية واستقرار وأمن المنطقة أمن العراق واستقراره هو جزء من أمن مصر والعكس صحيح وبالتالي فإن كل المشاورات والتواصل بين الوزراء والمسؤولين الأمنيين هو مهم ومطلوب في هذه المرحلة لتحقيق هذا الاستقرار نؤكد على موقفنا الدائم لكل مبادرات الأشقاء في مصر تجاه مختلف القضايا في ليبيا ومؤخرا في السودان فضلا عن الموقف المبدئي تجاه القضية الفلسطينية كل التقدير لكم دولة الرئيس على هذا الاستعداد والرغبة الجادة والمخلصة لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين بما ينحكس على مستوى الشعب وتطلعاته التي تأمل أن يكون هذا الحجم من التعاون بشكل عملي وملموس شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم